بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة اهداء الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيدي في مجلسكم الموقر في يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2013 أثر في تواضعكم الجم تأثيرا بالغا وأسرتني شهامتكم الفطرية التي عبرتم عنها سيدي وأنتم تتلقون تحية من أحد الحضور ورأيتكم سيدي وقد ثنيت الركبتين له انحناء في موقف لا يصدر إلا عن قائد يؤمن بربه ويثق في نفسه وأمته فلم أستطع سيدي أن أكبح جماح نفسي وانسابت مني هذه الأبيات التي عنونتها فريد من فريد من فريدي وأعني بها محمد بن راشد بن سعيد أجل حدث وسل هل من مزيدي وحسبك سفر ماضي كالمجيدي بليغ أنت لم يعجزك قول ولا وصف لدان أو بعيد فيا تاريخ كم عظما أمروا وكم من قائد فذ رشيدي تساموا للعلا وبنوا قلاعا من الأمجاد تزري بالحديد صلاح الدين سيف أين منه سيوف الهند في العهد البعيد وهارون الرشيد كتاب عز تلألأ باسم هارون الرشيد وإن تسأل تجد من غير شك سنام المجد عند ابن الوليد رجال طاولوا نجم الثريا وصاروا من سماها بالوصيد هناك 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 بيت من فخار بناه الشيخ للمجد التليدي أتاه المجد يسعى فاحتواه فأذعنا مثل إذعان المريدي فيا شيخي فيا شيخي محمد والليالي تروضها بوعد أو وعيدي بنيت دبي فخرا لا يدانا فكانت للعلا أسمى بريدي وحدث كل من يهوى المعالي يحاضر نفسه عجبا أعيدي وهل عجب إذا شاد الأماني فريد من فريد من فريدي وما غرتك نفسك إذ تعلي وما أحجمت عن صنع مفيدي وسرك وسرك في التواضع ليس يخفى على فطن وذي رأي سديدي ألم تأتي الوفود وقد تداعت تحيي الشيخة في اليوم السعيد وأقبل نحو كتفك من تناها يقبلها فلم يسعف بجيدي فما صعرت خدك كبرياء ولا قد قلت يا نفسي فحيدي وبش الوجه للقيا بود ولما هم بالجهد الجهيدي ثنيت الرقبتين له انحناء تواضع شامخ طود وطيدي تقبله وتسعد مقلتيه وقلبا دق في قلب السعيد وبابك عنده الكبراء تترى لتحظى منك بالعيش الرغيدي هنا فاسمع أيا تاريخ واكتب ليقرأ كل ذي حضر وبيدي سجلك حافل الأبواب ثر وكم في كل باب من رصيدي أتاك محمد رفدا فأعطى به أكرم وأنعم من رفيدي شمائل آل مكتوم تجلت من الأجداد تسري في الوريد وشيخي وشيخي في سجلك كان دوما وحيدا نسجي في الباب الوحيد